خلينا نروح سريعاً مع حضراتكم لمجز الأهم وآخر الأنباء بصحبة زمالة ندينة شرفة فتفضل يدي شكراً لك مصطفى التاسع صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أعلنت مصر اعتزامها التدخل رسمياً لدعم دعوة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وأوضحت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن التقدم بأعلن التدخل في الدعوة المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطع غزة وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها بأعتبارها القوى القائمة بالاحتلال وتنفيذها للتدبير الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لقطع غزة ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الوزير أنتوني بلينكين أعاد التأكيد لوزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت على رفض واشنطن لأية عملية إسرائيلية برية كبيرة في رفح الفلسطينية كما أكد بلينكين ضرورة حماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة كما أحث وزير الدفاع الإسرائيلي على تسهيل عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتذليل العقبات التي تواجه توزيعها تواصل المظاهرات بعدد من الولايات الأمريكية للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ففي ولاية فلوريدا الأمريكية طالب المتظاهرون بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي كما وقعت اشتبكات بين المتظاهرين والشرطة استخدمت خلالها الغاز المسايد للدموع لتفرقهم كما شهدت مدينة نيويورك من وسيرة تنادت بجرائم الاحتلال رفعين خلالها شعارات فلسطين حرة وأوقفوا المجازر تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني قصف على طول الحدود بين الجانبين وأوضح حزب الله أنه تم استهداف بالصواريخ التجهيزات التجسسية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية من جانبه أعلى نجاش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف منصتي إطلاق صواريخ لحزب الله في بلدتي أحلتة وحمام جنوب لبنان أقر الجيش الأوكراني بنجاحات تكتيكية روسية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان أنه يوجد معارك مستمرة في مدينة فوتشانسك الحدودية ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فلادامير زليليسكي أن المعارك الذفعية وقتال العنيف مستمرة على جزء كبير من حدود بلاده أدت الأمطار الغزيرة في جنوب البرازيل لارتفاع منسوب الأنهار ما يثير مخاوف من حدوث المزيد من الأضرار في منطقة تسببت فيها فيضانات غير مسبوقة بضمار كبير واعتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية ريو جراندي دوسال بداية الشهر في فيضان الأنهار ما أثر على أكثر من مليوني شخص وخلف 143 قتيلة وثماني مائة وستة جرحة ولا يزال نحو 130 شخصا في عداد مفقودين فيما اضطر أكثر من 538 ألفا إلى ترك منازلهم بسبب الكارثة ختام مجزئة تاسعة فاصل ونعود لحظاتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر